يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بصوا شوفوا اللي بيحصل وتعالوا نتكلم بالعقل موضوع الحكام في مصر موضوع التحكيم في مصر ملف مرهق للجميع من سنوات طويلة من سنوات طويلة أي اتحاد بيجي أي لجنة حكام بتيجي حكام بتروح وتيجي والأزمات واحدة والمشاكل واحدة والدوشة واحدة والانتقاض واحد والأزمات واحدة طيب نهاردة أنا وزميلي في الإعداد عادنا نتكلم شوية في الموضوع بتاع الحكام طيب نتناوله ازاي؟ يعني نقول مثلا إبراهيم نور الدين مبارح كان عنده أخطاء طيب ما هو محمد معروف أول مبارح كان عنده أخطاء أول أول مبارح محمد عادل كان عنده أخطاء قبلها بأسبوع كان محمود البنة عنده أخطاء كل الحكام بتغلط مش هنخلص ودايما الحكم اللي بيحكم أهلي وزمالك هي للأضواء بتيجي عليه سلبا أو إجابا وغالما بتبقى سلبا مفيش حد بيشيد بحكم دايما انتقاض للحكام بس ما هو فيه أخطاء تانية بتحصل في مباريات كثيرة في الدور المصري محدش بيحس بيها ملعاش نفس الجماهلية بتاعت مباريات الأهلي والزمالك وإحنا هنا قدام حكتين مهمين طرف لو الأندية وجمهيل الأندية ومسؤولي الأندية عادة بيستسهلوا يقول لك والله أنا خسرت النهاردة بسبب الحكم والله المنافس بتاعي يكسب النهاردة بسبب الحكم سهلة يعني لو عندي أخطاء كإدارة أو جهاز فني أو لعبين بدل ما هقول عندي أخطاء أقول إيه ده الحكم هو اللي ظلمني دي سهلة ده ركل دي شماعة على جنب بس دي مش شغلاني كل الأندية في العالم بتعمل كده تمسك في الحكم أول حاجة بتجي في الدماغة تمسك في الحكم بتقول لك الحكم أقول لغلطان مش أنا اللي كنت غلطان في قرار فني مسأل كمدير فني أو لعب مسأل معرفش يسجل أو لعب أخطأ قدام المرمى ما حدش هيتكلم أعدها هيتكلم على الحكم نادراً يعني لما حد يتحدث عن أخطاء حط دي على جنب إحنا بقى كتحكيم مصري وقفين فين وقفين في حتة غلط جداً من سنين مش من دلوقتي واحدة واحدة كده واحدة واحدة أولاً مفيش ملاعب مجهزة بشكل جيد للحكام تتمرن فيها ثانياً الحكام المصريين مش حكام محترفين يعني كل حكم بينزل مباراة هو يبقى جاي من الشغل بتاعه يبقى عنده النهاردة وردية ولا عنده شغلانة ولا عنده وظيفة بيخلص الشغل ومرهق وتعبان بدل ما بيروح ينام زي حالتنا عندنا شغل فبنروح ينام بعد الشغل لأ ده عنده مباراة بيجري فيها عنده فيها اليوكة بدنية انزل بقى وريني شطرتك وهو مش محترف اه دي نقطة نقطة كمان في منتهى الاهمية هو الحكام في مصر لما بينزل يدي المباراة بياخد مقابل مادة قدية خد بالك على مدار السنوات الماضية كان الحكام بياخدوا فلوس زهيدة جدا زهيدة جدا يمكن تلاقي حكام بياخد ألف ونصف ألفين جنيه الأمور اتطورت من سنة تقريبا وبقى الحكام بتاع الدرجة الأولى بتاع الدولة الممتاز اللي هو حكام الساحة بياخد سبع تلاف جنيه أصلا الرقم ده مش رقم جيد لا خد بقى خد الزيادة ده رقم مهين مهين صناعة صناعة كرة القدم اللي في مصر اللي بتتطور بتتطور بتطور بتطور من ناحية الاقتصادية والمالية وبقى فيها فلوس كتيرة جدا وبقى فيه لعيبة ملايين الملايين في أرض الملعب اللي بياخد له وعشرين وثلاثين واربعين مليون جنيه في السنة فبينزل الحكم بياخد سبع تلاف جنيه الحكم ده أصلا هو نازل يدير مباراة أو داخل مثلا يفض دخناقة بين اتنين لعيبة في الملعب كل واحد فيهم بياخد عشرين مليون جنيه في الموسم وبياخد له سبعة في المطش سبعة تلاف جنيه في المطش هو ده رقم منطقي هو ده رقم يخلي الحكم قوي طب من نظرة تانية أنا على فكرة أنا بحاول أقولك كلام اللي من جوه قوي وده كان حديث بيني وبين عدد من الحكام اللي بقولك التفاصيل اللي من جوه اللي ما بيتقلش في بيانات رسمية ولا حاجات في البرامج أنا أقولك من جوه قوي الحكم ده هيدله مثلاً في الموسم من عشرين لخمسة وعشرين مباراة ما كلمك عن الدورة الممتاز اللي هو رقمه سبعة تلاف جنيه يعني هيخد له في الموسم من مية واربعين ألف لمية وستين ألف من مية واربعين ألف جنيه لمية وستين ألف جنيه لو قلنا عشنا الموسم بتاعنا سنة يعني حوالي اتناشر شهر وإحنا الموسم عندنه بيبقى طويل قوي يعني هيخد له في الشهر تقريباً حوالي من عشر 15 ألف جنيه الحكم اللي هو أهم حاجة في المباراة أصلا بياخد الأرقام الأوليلة دي إحنا اتحاد الكرة بيصرف كتير على المنتخبات وعلى الأجهزة الفنية وعلى تطوير وعلى 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 أجماعة ما نروح ناخد من الأندية فلوس أيوة والله حضرتك هتدفع كل سنة مثلا أنا بقول حاجة طبعا دي مش حاجة علمية بس ما عرفش اتحاد الكرة يقسها إزاي والله أخذ من كل نادي في الموسم اللي كل نادي بيتفعله 200-300 مليون جنيه في الموسم أخذ من كل نادي مليون جنيه وابدا أصرف على الحكام أصرف على منظومة التحكيم عفوا يعني عشان الكلمة أصرف على منظومة التحكيم هجماعة رقم قليل جدا فالحكم من زاوية أخرى يعني نازل مباراة للزمالك للأهل لأي نادي متوتر جدا أنه يغلط عشان الهجوم والانتقاد وخلافه متوتر جدا أنه يتوقف وما ياخدش السبع تلاف جنيه لمدة شهر ولا حاجة مثلا فنازل مش مش ماني مركزه يعني شي أقل أضعف واحد في الملعب اللي هو المفروض يبقى أقل واحد في الملعب حكم ضعيف غزبا عنه وخدها بقى في زاوية تانية هو حكمنا المحترمين المحترمين هل احنا مثلا بنراجع وراهم كل شوية ناس دي دراساتها ايه مستوى التعليم واصل اللي حاكل لهم متعلمين كويس طبعا بس احنا مش محتاجين نطور شوية في موضوع التعليم مش محتاجين نطور شوية في العامل النفسي نجيب لهم أخصائيين نفسيين ازاي تتعامل تحت ضغط ازاي تتعامل مع لعب يعترض عليك ازاي تبتسم امتى وتكشر امتى كل الأمور دي مش موجودة عندنا احنا بنجيب الحكم من بيتهم او من وظيفته اللي بيشتغلها قبل ما ينزل المباراة ونقول له خش لعب لا تمارين بقى كويسة ولا تجهيزات كويسة ولا اي حاجة ولا اي حاجة وبعد كده السهلة عندنا كلنا والله إبراهيم نور الدين عمل كارسة والله محمود البنة عمل مصيبة والله مش عارف محمد معروف ده ما يحكمش والله ده الحكم ده ما يحكم ليش مطش تاني أنا سمعت بارح كابتين أحمد سيمه هو مدرب محترم وقضير وكبير ومهزب جدا بيقول ان إقدارة نادي اسموها قالت له ان إبراهيم نور الدين مش هيحكم لها مطشات تاني وده طبعا انتم تسمعوا كتير في الأهل والزمالك والأنديها الجماهرية مين يقول كده يا جماعة؟ إيه يا جماعة ليه الحكم في مصر؟ أو منظومة التحكيم في مصر؟ بكل هذا الضعف خد بالك ضعف منظومة التحكيم هو بيدر الجميع فأنت من مصلحتك كنادي إنك تقوي جدا منظومة التحكيم أنا بقولك كلمتين دول ليه؟ عشان والله ما الحكاية حكاية خبير تحكيم أجنبي ولا مصري ما هيجي خبير تحكيم أجنبي ويلاقي حكام مش مؤهلة مش وقدين أقصى درجات التعليم نفسيا ومعنويا مش متجاهزين بدنيا مش متجاهزين هو الخبير تحكيم الأجنبي ده هيعمل إيه؟ أقولك هيعمل إيه؟ إحنا اتحاد الكرة وأنا كان معايا الدكتور إهاب الكمي عدو مجلس الإدارة من يومين وسألته السؤال بشكل واضح هو أنت هجيب خبير تحكيم أجنبي في نص الموسم يعمل إيه؟ هيعرف الحكام إمتى؟ وهيشتغل معهم إمتى؟ بس إحنا بنجيب خبير تحكيم أجنبي وهقولها لك من الآخر عشان كلنا نرتاح عشان هو يشيل الليلة مواقلات مبرجة حتى نفسه الأجنبي مقدرش يشيلها لما تهاجم وتم انتقاده شوية خلع فاكرين إحنا الأجنبي هيستحمل فلما يحصل حاكم يا جماعة والله هو الخبير التحكيم الأجنبي والله لما يحصل خطر من حاكم حناك تمع مع خبير التحكيم الأجنبي والله بشافة لأ الحكام الشخص هي منظومة بالكامل عايزة تتصلح وبعدين يلا بقى من الآخر احنا تعامنا من كلمة أسرة التحكيم أنا من وانا صغير من وانا بفرج على التلفزيون من وانا صغير بسمع كل الناس اللي تشتغل في التحكيم تلقى على التلفزيون يقولوا أسرة التحكيم المصري فين الأسرة دي يا جماعة دي الناس كلها ما شاء الله زعلنا من بعض وكلهم ادقى من بعض ومحدش بيكلم حد وكلهم مش طايق حد فين الأسرة دي فين الأسرة محدش عايز ينجح يعني المجموعة مش عايز تنجح الفرد عايز ينجح يعني لو رئيس لكي الحكام أنا عايز ننجح لوحدة اللي بره مش عايزين ننجح وانا مش عايز اللي بره يقرب مني وكله كله بيأكل في بعض لأ لازم تتصلح لازم نقعد كده بقى ونقول هل الحكام المقابل المادي اللي بياخده ده مناسب ولا لا هل الحكام لازم يكون محترف ولا لا هل الحكام مؤهل نفسيا وبنقدم لو احنا أخصيين نفسيا يعودوا معاهم الحكام قبل المباريات ولا لا هل الحكام عنده بيئة جيدة بيتمرن فيها ولا لا هل اختيارات الحكام بتتم بشكل فيه عدالة ولا لا كلها أمور أي حد في الشارع ما كانش حكم سابق ولا حاجة لو حطينا قدامه المعايير دي كلها وقلنا له لو سمحت اشتغل بقى على كل معايير من دول وحسن هيعرف يعمل ده لا هي بقى بصراحة محتاجة أجنبي ولا مصري ولا أي جنساء في الدنيا هي منظومة مشوهة من زمن بعيد جدا ومحدش بيصلح وبعدين بصراحة يعني كل ما حد ييجي رئيس لجنة الحكام أو بيديني المنظومة في مصر التحكيم هو بيحاول يحذب ناس إن عايز الحكام تحبه عشان يقوله إحنا عايزينه ويساعده ما يمشيش من اللجنة أو ييجي تاني لما يمشي ما بيفرقش معا بقى يعاقب أو يدي سواب ما فيش الكلام ده كلها شلالية كده ما فيش شغلة يا جماعة ما فيش تطوير وبمناسبة الخبيل التحكيم الأجنبي أجماعة لما هنجيب خبيل التحكيم أجنبي إن شاء الله عشان يشيل الليلة يعني مش المفروض يبقى رئيس لجنة الحكام اسمه مطور منظومة التحكيم في مصر رئيس لجنة الحكام إيه هو مش يعرف أصلا يديرك ده إحنا عندنا دورة درجة رابعة وتالتة والدرجة التانية والممتاز كل ده تعينات وتفاصيل كثيرة احنا مش عايزين رئيس لجنة الحكام احنا عايزين واحد يطور الحكام نفسه أنا مش فارق معايا مين اللي يعين ومين اللي ما يعينش أنا فارق إن الحكم نفسه اللي ينزل مهما كان اسمه يبقى حكم كويس وبالمناسبة دورة الإنجليزي الأسبوع اللي فات كان فيه كوارث تحكيمية أنا أكلمك على أعظم دوري في العالم كان فيه كوارث تحكيمية وأخطاء فادحة عمل إيه بقى رئيس لجنة الحكام في إنجلترا اعترف بالأخطاء وبعت وأرسل اعتذار للأندية اللي تضررت من أخطاء الحكام لا الأندية صعدت أوسل وقالت هننسحب وهنعمل مشكلة وأنا مش عايز الحكم ده ولا 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 بس اشتكت ولا لجنة الحكام دفعت عن حكامها واتدارت أو قالت لا احنا تمام وكل حاجة مشي كويس لا اعتذروا للأندية والمركب هيمشي ثقافة وفكر وعلم وناس كلها عايز تنجح مع بعض مش كلنا بندور على اللي نمسك فيه ترجمة نانسي قنقر